السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإليكم أهم الأخبار ائتلاف المالكي يحذر من المقوف بوجه السوداني ويكشف رأيه بتظاهرات الغد أكد ائتلاف دولة القانون الجمعة أن الجلسة الماضية لمجلس النواب أنهت الانسداد السياسي في البلاد وقال عضو ائتلاف دولة القانون زهير الشلبي في حديث أن جلسة الأربعاء الماضية أنهت الانسداد السياسي بإعادة الثقة في رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والاتفاق على إدارة البلد وأضاف سنذهب بتشكيل حكومة وطنية تخدم الشعب لافتا إلى أن الوقوف في طريق مرشح رآسة الوزراء محمد الشياع السوداني يعني الذهاب إلى مرشح تسوية كما حصل في 2018 وأشارة جلبي لأن الكرد أصبحوا بموقف محرج وأن أمامهم فترة محددة لاتفاق على شخصية لمنصب رآسة الجمهورية وبخصوص تظاهرات غد السبت قالت جلبي لا نعرف نواية تشرينيين في تظاهراتهم وأن الأبواق الخارجية المؤدلجة تبثوا الدعايات بنيتهم اختراق المنطقة الخضراء في بغداد